هيا نكمل لأن كمان فيه خبر خاص بالندي الأهلي بالأمس كابتن محمود الخطيب اكتمع مع باتسو موسيماني وكان بحضور كمان كل من كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة كابتن سيد عبد الحفيظ طيب ليه بقى عشان ينقشوا بعض الأمور الخاصة بالفريق سوحنا بنتكلم هنا خلال المرحلة اللي فاتت وفيما يتعلق كمان بالاستعدادات للفترة المقبلة والعمل على مسندة الفريق توفير احتياجات وكمان الاستكمال طبعا المسيرة بشكل قوي على الصعيدين هنا بنتكلم على الصعيد المحلي والصعيد الأفريقي اجتماعات زي دي بتكون في منتهى الأهمية فكرة انت تقيم نفسك يا كارمي الفترة اللي فاتت واللي جاية ايه اللي ناقصني وازاي ان انا اتطور وغيره ده طبعا شيء من سبات النادي الأهلي فكان اجتماع في غاية الأهمية برضو كنا لازم ننقله يعني الحضرات كمان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدر في النادي الأهلي منح اللاعبين راحة بكرة ان شاء الله على ان يستقنف الفريق تمريناته مساء يوم الفلساء المقبل على ملعب مختار التتش اكيد استعدادا لمباراة الرجاء المغربي التي ستقام مساء يوم السبت المقبل ان شاء الله في زهاب دور ربع نهائي بدوري أبطال إفريقيا اللي حصل كالقاتي خاض اللاعبين اللي شاركوا فيه مباراة المصري بالأمس تدريبات خفيفة في صالة الجيم وبعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي اللي تعرضوا له نتيجة هذه المباراة فيما خاض بقية اللاعبين وحدات تدريبية اجتملت على فقرة إحماء تحت إشراف كفال ومخطط الأحمال ثم أجرى الجهاز الفني تأسيمة لكرة لتجهيز جميع اللاعبين بمشاركة حارسين للمرمى وأكد الدكتور كمان أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق جاهزية الثلاثي حمدي فتحي وطهر محمد طهر وكمان محمود وحيد للمباراة الرجاء المقبلة إن شاء الله وكمان أكد على جاهزية صلاح محسن بعدما تعافى الحمد لله من إصابة في مشت القدم أحمد نبيل كوكا كمان تعافى من مضاعفات فيروس كورونا ويشارك الثنائي اليوم في التدريبات الجماعية وإن شاء الله تكتمل العدة للقاء المرتقب بإذن الله